أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد الأولويات الرئيسية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي هو كيفية الإسراع بوثيرة تنفيذ المشروعات الإنمائية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمصريين وقد جاءت تصريحات مدبولي خلال لقائه بنائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وخلال لقاء أشهد مدبولي بعلاقات الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية معربا عن تفاؤله بأن تشهد هذه العلاقة تطورا كبيرا بعد الانتهاء من الاستراتيجية القطرية الجديدة في البنك لعام 2021-2026 وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل جاهرة على تحقيق معدلات نمو عالية في ظل تحديات وظروف استثنائية لا سيما في ظل ما تشهده من زيادة سكانية مشيرا إلى أن الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات التي تقف أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من جانبه أكد ألم بيلو أنه سوف ينقل إلى أعضاء البنك الأوروبي التطورات المتسرعة والملحوظة التي لمسها في مجال التنمية في مصر ترجمة نانسي قنقر